اشتركوا في القناة موسيقى رسلت اجتبتوا في مزلحة اشتركوا في القناة انا اخبروا في القناة اصبحوا في القناة يشاركوا في الطبيعة اخبارتنا في الجميع لأنني أرادت بأن مزوبيات الأولى في الوصول الثانيوية ويقوموا بشكل جيد. ولكنه منذ فأراد التساويات يببونها لا يتعرفون بشكل جيد. ثم تحسين نسل الثالي ، منذ فحية الأولى ، فحية السجنة ، من أن تعتقد من تجه المبالي ونحن تحصل على المحاولة التعرف الأولى وأن يمكن quelوط كلته قد يكون المربوطة وأن يكون المربوطة من الكرة في هذه المربوطة ومن عندما يكون المربوطة فيها المربوطة ومن المربوطة ومن عندما يتفيد ويساعدون ويساعدون وذلك تقول كله ويقدر ونحن النهائي في الأساسات، وإمكانهم نحن نقص في الشيخ المستخدمات الضواجية. وفهونا نحن 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 نشيخ المستخدمات الضواجية كما يتكلمون من أفضل المستخدمات الضواجية والمستخدمات الضواجية، وفي حأنه يومي بأسفاله وهذا مثل وجهة دون أقار وفق بالجهوة وفيهم يوميون يوميونيون ولكن عندما يسجد مكان اعليض أنت تعد بفوضي المعلومة جميلة الأرمنية أيضا وفي المعايات يتفجن في تركيا لا تحصل بأمي لكن فهل كثيرا لا تحصل بأمي ها لست كل هذه الأطابة. أين يتم الإنسان في حول مرة العامة في المقايب بملنى بكل That is, أكثر من الترجمة في المقايب أو المصافيات أنا الترس في التربيب Anamnista . ساعتني إليك في المقايب ، أنا أشفى درس في المقايب و لا أعلموا solche أشفى أنا أشفى ت using them and I will make them pacifize وفي أن هناك الكثير من الناس都 يعني مستوى أن هناك الكثير من الناس لا أرى أن هذا النقدج من قد يتوجل من أساني في حالة الدرسية نحنية لقد وقظوا سنجد أن أجسد أن الحالة صدقية تستطيعا فبعضة أسانية على حالة الدرسية وحالة درسية تستطيع المتحدة لكن هذا الأسان لظامن أيضا يقول إن كان ذهب الهنر Hinski بان تجابة تعرض الشرطان في التعامل عندما اصنعنا من المزال فيدارة التجابة لحصول مع المزال بأن تجابة تعرض بأنها جدت أيام ترجمة الكران التي تعرضتها أن الشرطان فهو يجب أن تجب دوتار رجالة برانينا وزان مزجين قربت عيداني يكجب بشانغ هنرى آزاد يالجى كورده وهمجي جنك تكوشاري يالج تكوشيني دا يهمجبو هنرى كورده يهمجبو هنرى آزاد وهمجي جبوني جلجوه تكوشينك بهمبا دا يه أم بكرنا سادية خواد دي قياني تكوشارا بهمبا وزان مزجين دي دياري همو تكوشارين وريا آزاد يدكين يهمجبو هنرى آزاد يبا خواد دا يه يعني يعشم anlamında artının ise birçok anlama geldiği İngilizce'de veyahut da diğer latince alfabelerinde tamamıyla sanat ve bilim olduğunu biliyorum. Yani ikisini yan yana getirdiğimiz zaman yaşam ve sanattan yola çıkarsak aslında bir kültürün de var olduğu ortaya çıkıyor. Kültürün veyahut da diyelim bir yaşamın sanatını işlemek ve onu ele almak getiriyor. Şöylesi bir durum çıkıyor. Evet İzmir'de 4 milyonluk veyahut da 5-6 milyonluk bir nüfus var. Bunun 3 milyonu, yani %50 %50 diyebilirim ki Kürt halkı temsil ediyor ve Kürt halkının da kendi hakkıdır. Kendi kültür ve sanatıyla ilgilenmesi ve aslında sanat kendi öz savunmanı geliştiren bir araç da diyebiliriz. Neden? Şu son zamanlarda ortaya çıkan uyuşturucular sokaklarda özellikle yani sakız gibi satılan uyuşturucular maalesef Kürt halkının gençlerinin üzerinde yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve bu da yani hedefimiz aslında tüm İzmir'in tüm ilçelerinde hemen hemen bütün sokakları kültür sanat alanına dönüştürme dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Yani kültür meclislerini kurup ve oradaki o çalışmayı yürütme. Ne olursa olsun Kürt halkı ve Türk halkı Arap halkı burada bulunan tüm halklara çağrımızdır. Yani gelip kurumlarımızda kendi eğitimleri, kendi sanatını yaşatacak ve yaşayacak şekilde gelip bizim bu çalışmalarına dahil olmalarını bekliyorum ve benim çağrımdır. Sadece bugün için değil yarınlar için umut olabilmemiz için tamamıyla böyle bakmak gerekiyor ve o arkamızdan gelecek geleceğe temiz bir yaşam sunabilmek için gelip burada bizlerle çalışmalara dahil olmalarını istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.